حكاية حلوة كده عشان حقيت بعرفينها برضو علي فجأة اسمع انه نادي باريس سان جرمان بقى في مصر ومن كم يوم كده نادي ليون بمجلس ادارته كان موجود في مصر والعيبة هتروح فرنسا والعيبة بيشتغلوا عليها عشان يبقوا محترفين من مصر في اوروبا وتحديدا في الدوري الفرنسي ايه الحكاية وايه القصة علي النهاردة جاي يشرح لنا عشان موضوع شاكله شايت جدا واكيد مفيد يعني صح؟ حبيبة كريم اه بالزبط معك بقى واحكي للتنصيل وخلي الناس كمان تسمع معنا بوسوا احنا ابتدينا من 2014 يعني ممكن مفيش اربع شهور او ثلاث شهور من بعد ما سبت لدي الاهلي عملت شركة خاصة بي هي شركة تسويق رياضي شركة بلينج للتسويق الرياضي اشتغلنا في كل ما هو يخص 360 ديجريز كده زي ما بقوله كل ما يخص الرياضة يعني بداية من اليفنت الرياضية تنظيم المؤتمرات الرياضية انت عارف بقى احنا بما اننا احنا ناس بتوع كورة فابتديت احس انه انه في حلقة او في جاب ما بين كيفية ان انت بتنشئ لاعب كورة بتوصلوا الى درجة اللاعب المحترف دايما بيبقى عندك في الحتة دي جاب ما بين النشق وبينهو يصل درجة اولى في حلقة مفرغة فيه بصراحة خلل في الحتة دي انا مش عايز اقول كده انا بقى انا اقول انا فيه خلل عندنا دايما مشكلة فيه زي ما بيقولوا كده ايه ان تكوين النشق بيحصل فيه او بيحصل ازاي مزبوط مزبوط فابتدينا نعمل زي ستادي ودرسنا الموضوع فشفنا مدارس مختلفة شفنا مدارس في الدوري الايطالي شفنا مدارس في الدوري الانجليزي استقرر الرأي في النهاية على الدوري الفرنساوي لان هما عندهم مراحل التكوين زي ما بيطلقوا عليها هما دايما في فرنسا اللي هي البري فورمسيون والسنتر دو فورمسيون اللي هي مرحلة تكوين لعب الكرة دي من انجح المدارس او من انجح المدارس الكروية اللي بيعملوها بشكل كويس او الفرنسويين فاستقرر رأي ان احنا نبتدي على قطاع الاكاديميات مع نادي باريس سان جرمان وفعلا ابرمنا تعاقد من 2016 لغاية 2023 الامور الحمدلله مشت بشكل كويس جدا كافة البرامج التدريبية الخاصة بفرق الناشئين من اول عندك سن اللي هي بيسموها بقى بري فورمسيون اللي هي ما قبل التكوين لعب الكرة اللي هي بتبتدي من سن خمس سنين لغاية 12 سنة دي كريم بيسموها بري فورمسيون من خمسة ل 12 سنة بعدين بتخش على حاجة اسمها سنتر دو فورمسيون اللي هو مركز تكوين اللعبين اللي هي بيبقى فيه احيانا بيات للولاد البيات من اول 13 سنة لغاية 19 سنة بيبتدوا يباتوا هناك مرانوا كل يوم معهم معاد نفسي نفسي طب ده انا هحكي لك بقى بعدين القصة دي لان دي بعد الدراسة انت بتبتدي تشوف الخلل عندك انت هنا ايه في مصر هاي الخلل عندك في مصر هحكي لك بس عايزة اه مش عايزة خش فيها انا هنجل اه لكن ابتدينا نحس ان المدرسة زي ما قلتلك البرامج التدريبية كلها في التعباريس سان جمان بيجلنا من هناك بيجلنا مدربين يعملوا ترينج للمدربين المصرين ودي تاني اهم حاجة نتكلم فيها دراسة باعتبار حالو حالو ان ازاي مين اكتر عنصر متقارب من الولاد هو المدرب صحيح المدرب ده هو اللي انت بتعوز حتى كادارة توصل حاجة للولاد الاهالي احيانا بيبعايزين يوصلوا حاجة عندك موهبة كويسة كلاعب بس ما عندكش مدرب مؤهل انه اشتغل مع الوهبة دي بقى انت خسرت الموهبة موهبة وشخصية طبعا لان في السن ده الولد بي زي ما يقولو كده بلغتنا بيشرب من مين بيشرب من المدرس بتاعه او من المدرس بتاعه او من الناس اللي هي بيشوف فيها دايما الرو الموضل او اللي هو الراجل اللي هو ملهم بالنسبة له اللي هو بيعلمه حاجة هو بيحبها جدا كمان فالرجل ده دوره ايه في حياته لا دوره كبير اوي في حياة الولد فالرجل ده هل هو مصقف كفاية هل هو مؤهل كفاية هل هو اخذ الدراسات الكافية عشان يبقى مؤهل للدور ده كل الحاجات دي ابتدينا مع طبعا وجود باريس سان جرمان ساعد بشكل كبير اوي في تأهيل المدربين وده كنت حاجة نحريصة عليها جدا اللي هم اكتر عنصر بيبقى ليه علاقة بالولاد لازم يبقى على درجة تفقيف عالية على درجة وعي كافية على درجة ادراك بمشاكل الولاد حتى فيما لا يخص الكورة في شخصيته في تفكيره لان هي خلي بالك انت لعيب الكورة ده مش مكنة او الولد الصغير ده مش مكنة فيه عناصر اللي بيسموها كالسيراوندنج العوامل المحيطة بالولد ده علشان ييجي يلعب معاك مطش او ييجي يتمرن معاك ده الصبح بيبقى في مدرسة بيبقى عنده حاجات مع زميله فيه احيانا بولينج او حاليا الناس بتدايقه او يعني فيه حاجات كتيرة جدا بتبقى محيطة بالولد ده علشان تقدر تعمل شخصيته